في شوية مصطلحات سينمائية لها معنى معروف بالإنجليزي لو حاولنا نترجمه للعربي يا إما حيطلع طويل جدا يا إما حيفقد معناه أصلا المصطلح اللي يهمنا النهاردة هو إيستر أج وده مقصود بإشارة عابرة أو رسالة خفية أو نكتة مش كل الناس حتفهمها فهل ممكن نتفق إنه هو دل قصده لو قلت إن الفيلم ده مليان بيض حاولي إيستر أجز وخلاص تمام بعد مرور 6 سنين على مغامرتهم اللي شفناها في فيلم ريكت رالف فينيلوبي بتحس بملل كبير جدا من نمطية حياتها واللعبة اللي هي موجودة جواها بينما رالف سعيد جدا لمجرد إنه قادر يقضي وقت كافي مع صديقته الجديدة وبعد محاولة لإسعاد صديقته رالف بيتسبب في مشكلة في اللعبة بتؤدي لكسر الكنترولر بتاعها ولتجنب وقف اللعبة وتحويل كل الشخصيات اللي فيها لمشردين رالف وفينيلوبي بيقرروا يستخدموا الإنترنت اللي تم تركبها مؤخرا في محل الألعاب هناك بالفعل بيلاقوا الكنترولر ولكن بيكتشفوا إنهم معهمش الفلوس عشان يستكملوا الطلب اللي حينتهي تلقائيا بعد 24 ساعة وما بيلاقوش قدامهم غير إنهم يحاولوا يعملوا فلوس أونلاين علشان يستكملوا طلب الكنترولر وينقضوا اللعبة فيا ترى إيه اللي حيحصل زي ما قلت وأنا برشح الفيلم ده في حلقة مهدي يحبذ أنا كنت متحمس له جدا لإني حبيت الجزء الأول جدا ريكت رالف كان ذكي جدا على جميع المستويات الممكنة على مستوى الرسالة وعلى مستوى المغامرة وعلى مستوى الإيستر أجز وعلى مستوى الكوميديا الفيلم ده بيحاول ينسخ نفس الذكاء على نفس المستويات بعد إضافة عنصر مهم جدا وهو الإنترنت وده بيحول عالمنا الكبير المحكوم لعالم أكبر بكتير وفوضوي أكتر بكتير في تأديري درجة نجاح الفيلم ده في اللعب على نفس أوطار الفيلم الأول كانت متفوتة خلونا نبتدي مع عنصر المغامرة لأن الحقيقة هو اللي بيوصلنا لكل حاجة تانية والحقيقة هو كان رائع في أغلب فترات الفيلم وممكن يكون أفضل من الفيلم الأول كمان كان عنده مراحل كتير رغم أن الهدف بتاعنا بيظل واحد وبيقدر يحركنا من فصل الفصل بدون ما نشعر بأي ملل خلال المراحل دي المشاهد بيتعرض لأكبر قدر من الإيستر أجز وللتصور الممتع لمفهوم الإنترنت السبامينج بتاع الإعلانات والبلوكينج بتاع الإعلانات والمزادات اللي أونلاين ومحركات البحث والأوتو كومبليت في محركات البحث والديب ويب وحاجات تانية كتيرة جدا وكلها مغزولة بعناية جوة فصول المغامرة وما بتسرقش اهتمام المشاهد منها أبدا كل ده كان ماشي كويس جدا لغاية لما وصلنا للربع الأخير في الفيلم الربع بتاع الرسالة اللي الحقيقة مقدرش أقول أني فهمتها قوي هي غالبا لها علاقة بأن الأصدقاء لازم يتعلموا ويسيبوا مساحة البعض أو يمكن لها علاقة بالفرق ما بين الحب الحقيقي وحب التملك بس عموما هي تقدمت متأخر قوي وتقدمت في قسم طويل جدا والحقيقة كان ممل جدا أنا عن نفسي بدأت أعاني عشان أفضل مفتح عيني ولما أقول لكم أني بدأت أعاني عشان أفتح عيني لازم تفهموا أني غالبا نمت وحلمت كمان الكوميديا عموما كانت العنصر الأفقر في الفيلم كله يمكن باستثناء مشاهد ما بعد تتر النهاية آه ومشهد الأميرات طبعا ده أجمد مشهد في الفيلم كله أصلا ما كانتش بايخة ولا حاجة بس ما كانتش بتدحك زي الفيلم الأول أو يمكن عشان كانت مركزة قوي على الإيستر أجز خرجت بشكل ممكن يكون ذكي ولكنه مش بالضرورة مضحك الفيلم ما قدمش أي حاجة جديدة على مستوى التجربة البصرية تقنيا يمكن أكتر حاجة مبهرة هي كمان مرة الإيستر أجز وإزاي وضعوا تصور لكل حاجة لها دعوة بالإنترنت التكسيد الصوتي كويس جدا عند الجميع مع احتفاظ جون سي رايلي بكونوا صاحب الأداء الصوتي اللي ليه أكبر شخصية وأوضح حضور يعني يمكن أنا شايف أن في أغلب أفلام الرسوم المتحركة مؤخرا مفيش أداء صوتي ممكن نميزه إلا جون سي رايلي في دور رالف وبوب أودن كيرك في دور اللي عاملوا في The Incredibles 2 سارا سيلبرمان في دور فينيلوبي تظل غير مفهومة بالنسبالي زي ما كانت في الفيلم الأول بالضبط مش فاهم إيه اللي صعبة قوي في إنك تجيب ممثلة حقيقي صوتها طفولي أو لصمح الله يعني تجيب طفلة تلعب الدور بس للأمانة هي كانت كويسة جدا في أغنية A Place Called Slaughter Race وهي عموما أغنية جمدة جدا أنا مش شايف إن رالف بريكس دي انترنت كان فيلم له داعي قوي ولكنه يظل فيلم ممتع واحتمال كان يبقى أفضل من كده لو كان عرف يحرر نفسه من قيود الرسالة اللي إجبارا لازم تكون موجودة في كل أفلام ديزني تقييمي لفيلم رالف بريكس دي انترنت هو 7 من 10 وأعتقد إنه ضروري حيلائي طريقه لترشحات الأوسكر لغياب اختيارات كافية أفضل منقشة الحلقة هل حضراتكم راضيين باتجاه ديزني لإعادة أفلامهم القديمة أو تقديم أجزاء تانية لها ولا تحبوا تشوفوا قصص جديدة بقى ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي